كوثر أولاً ميدانياً لا جديد بعد عملية الاستهداف التي حصلت صباحاً على طريق بلدة شقرة في القطاع الأوسط من جنوب لبنان وأدت إلى سقوط شخصين وجرح ثلاثة أخرين من بينهم طفل بحسب المعلومات الشخصين الذين قضوا في هذه الغارة هم عناصر تابعة لحزب الله لكن الحزب حتى هذه الساعة لم يصدر بيانات نعي لأحد من مقاتليه لتكون الحصيلة حتى هذه الساعة شخصين وثلاثة جرحة ربما هناك جريح وصفت إصابته بين المتوسطة والخطيرة أيضاً لكن الحصيلة النهائية حتى هذه الساعة هي سقوط شخصين جراء هذه الغارة التي استهدفت دراجة نارية وأيضاً سيارة على طريق حول ميس الجبل حزب الله لم ينفذ حتى هذه الساعة أي عملية على المواقع الإسرائيلية والهدوء الحذر يخيم على كل الشريط الحدودي على كل المناطق التي تقع على الحدود مباشرة لكن رصدنا صوت طيران إسرائيلي مسير في الأجواء اللبنانية وبالتحديد في القطاع الشرقي من جنوب لبنان بانتظار الساعات القادمة وما ستحمله من تطورات على صعيد التهديدات الإسرائيلية التي تنذر بضربة وشيكة على حزب الله هناك بعض المخاوف وبالتحديد هناك مخاوف من استهداف مطار بيروت الدولي مع العلم بأن هناك تطمنات بعدم شن أي هجمات تموس بالمرافق الحيوية اللبنانية والمنشآت اللبنانية إنما الضربة الإسرائيلية ستكون على أهداف تابعة لحزب الله بعض شركات الطيران ألغت رحلاتها إلى مطار رفيق الحريري الدولي وبعض الشركات الأخرى أجل بعض الرحلات وهناك حركة في مطار لكن حركة وصفت بالخفيفة ولا يوجد هناك زحمة في مطار رفيق الحريري الدولي لكن هناك تطمينات كما ذكرنا بعد الاتصالات التي جرت بالأمس مع مسؤولين لبنانيين وأيضا وسطاء ذو علاقة بهذا الملف وبالتحديد كان هناك أيضا اتصالات مع الموفد الرئاسي الأمريكي إلى لبنان وهو المطلع على المفاوضات والمشاورات التي تحصل بين لبنان وإسرائيل عبره وهو آموس هوكستين هناك كانت تطمينات بأن الضربة لن تشمل المرافق الحيوية اللبنانية أو المنشآت التابعة للدولة اللبنانية إنما هناك ضربة تستهدف حزب الله وأيضا هناك معلومات بأن المدنيين سيكونوا على الحياد إذن الأنظار تتجه إلى ما ستحمله الساعات القادمة هناك قلق لا شك وهناك توتر أيضا خاصة وأن الأسئلة اليوم المطروحة في هذه الساعات هي عن الأماكن المتوقع أن تستهدفها إسرائيل والمناطق أيضا هل هي في الجنوب أو هي في مناطق أخرى هل ستكون في البقاع شرق لبنان أم ستكون في مناطق أخرى في الجنوب أم يعني بانك الأهداف الإسرائيلي غير معلوم إذن حالة الترقب هي سائدة والخوف أيضا هو سائد لدى الجنوبيين بالتحديد قرى الجنوب التي باتت بأغلبها باتت فارغة وخاصة قرى الجنوب الحدودية نحن نتحدث عن مساحة كبيرة أو عن عدد كبير من القرى التي تركها أهلها وباتوا فيه ونزحوا إلى قرى مجاورة هربا من الغراط وبالطبع هربا من الاستهدفات الإسرائيلية المتواصلة على الحدود اللبنانية كل هذا الوضع هو السائد اليوم على الجبهة الجنوبية بالتحديد حالة من الترقب والحذر للساعات القادمة خلال هذا النهر شكرا جزيلا حنان عيسى مرسلتنا كنت معنا من جنوب لبنان ترجمة نانسي قنقر